تستمر قناة الجزيرة القطرية في استهداف أمن واستقرار الدول العربية وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية حيث تتعمد القناة بث برامج تستهدف تشويها المشهد الحقوقي والسياسي في جمهورية مصر إلى جانب التشكيك في جهود القوات المصرية المسلحة في مكافحة الإرهاب منذ تأسيسها اتخذت قناة الجزيرة القطرية من قضايا الوطن العربي وأزماته فرصة للنين من أنظمته الشرعية ولعل الجمهورية المصرية كانت على رأس القائمة باعتبار أنها قوة عربية مؤثرة فالتأثير عليها والتدخل في شؤونها يؤثر بطبيعة الحال على الوطن العربي ككل ألم تعد مصر إلى المربع الأول على صعيد قمع الحريات وتكميم الأفواه بحجة مكافحة الإرهاب من المسؤول عن تهديد أمن مصر أليس الذين انقلبوا على الديمقراطية وحولوا البلاد إلى ساحة حرب وتصفية حسابات يضيف آخر لم تكتفي الجزيرة القطرية بتبني كل ما يعاد الدولة المصرية من خطابات الكراهية والانتقاد المسيس لحالة حقوق الإنسان وتأجيج الأوضاع عبر إنتاج برامج من الصفر بل تعد ذلك لأكثر من مرة إلى المحاولة لاغتياد الشعب إلى مسيرات مزيفة لم تعد تنطلي على المشاهد المصري تشاء الظروف والأيام بأن تظل مصر آمنة مستقرة وتشاء الجزيرة أن تحول دون ذلك فالمتابع للقناة القطرية يجد استهدافا واضحا وتحاملا مستمرا على الدولة المصرية وقياداتها فلا تعرض القناة سوى أصوات النشاز الكارهة للجمهورية العربية بل إن الحالة يصل إلى تشويه جهود القوات المصرية في مكافحة الإرهاب في سيناء إلا ويتجدد السؤال إلى متى سيستمر مسلسل العنف في سيناء وما الذي جعل النظام المصري يقفق في حسمي الوضع الذي يكلف سكان المنطقة أوضاعا صعبة لا تطاق تصل حد إزهاق الأرواح وفي ذات الوقت تغفل الجزيرة عمدا عن أي منجز حضاري تحققه مصر لصالح شعبها فعلى سبيل المثال للحصر حققت مصر تقدما في معدل الناتج المحلي الإجمالي للعام المنصرم وهو الإنجاز الذي وقف له العالم احتراما إلا الجزيرة وإن جاءت بتغطية حول إنجاز كمشروع العاصمة الإدارية فالغاية من طرحه تأتي في إطار التشكيك من خلال ضيوف القناة المتآمرين على الرقم من انكشاف أجندة القناة إلا أن العاملين فيها وبدعم مموليها لا يزالون يحملون ذات الشعارات القديمة وهو الأمر الذي لم يعد خافيا على المشاهد العربي فلا تزال القناة في غيها تسعى لبث الفوضى غير آبهة بما قد ينعكس على مصير الشعوب